نظمت لجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر تابعة لمجلس الوزراء المصري نظمت احتفالاً باليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر يأتي ذلك في إطار الجهود الرامية لمكافحة تلك الجريمة والتعريف بصورها وأشكالها حرصاً على أمن المواطن وسلامته وخلال الفاعلية أعلنت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة عن بعض الإنجازات التي تحققت لمنع هذه الجريمة منها اطلق حملة إعلامية توعوية لهذا الغرض دولة واحدة لا تستطيع أن تواجه هذه الجريمة بمفردها لأنها جريمة منظمة عبر وطنية بتتحرك عبر الحدود بتتحرك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي فمن الأهمية بمكان أن جميع الدول تتحد في رؤية واحدة لمكافحة الجريمة وحماية المواطنين الأبرياء اللي احنا بنعمله في مصر هي أولاً طبعاً إنفاذ القانون لأن احنا عندنا القانون جيد جداً والجميع بيعترف بذلك قانون 64 لـ 2010 فنتم إنفاذه وتفعيل هذا الإنفاذ بنعمل تدريبات طبعاً لجهات المعنية بإنفاذ القانون من جانبه طالباً لورا ديبوك مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة غير الشرعية بضرورة تعزيز التعاون الدولي للتصادي للاتجار بالبشر وفي تصريحات خاصة لقناة الغد شدد ديبوك على أهمية تبادل المعلومات والبيانات ذات الصلة بين الدول لمكافحة هذه الظاهرة من الضروري أن تتعاون للبلدان المختلفة على محاربة شبكات الإجرام حيث لدى هذه الشبكات قدرة كبيرة على نقل البشر بطريقة غير مشروعة من خلال الوعود الكاذبة لذا نحن نشجع تبادل البيانات بين البلدان المترجمات للمشاهدة